قبل موضوع الوقت يا حبايب، ستنزل لكم مقطع ستنزل لكم مقطع، ستنزل لكم مقطع من المشاهير، هذا اليوتيوبر يا حبايب الموهوب بصوت رهيب ستنزل فيديو كليب قريباً ويمكن يكون له واحد من المشاهير فحسن تطلب هذا المشهور يا حبايب أول ما تصل لقناة 10 ألف ستنزل لقناة أغنية، فهل ياته ستنزل لقناة أغنية؟ أو هي غيره، ما دل الصراحة، ستنزلوا فجر القناة اشتركوا عنده 10 ألف عام وتنزلوا غنية جديدة اللي ممكن تكونوا يا مشهور كل ما تحبوا أنتو الخبر أول الذي عادنا عن الفضيحة النارية التي امتشرت بس ما يسألون شلو اللي صار، مثلما تعرفون أبو فلا في تحبة أبو باشر يحب مدة 11 يوم جمع بها 10 أو 11 مليون دولار حسب ما كنا نعرف أن هذه الفلوس، المفروض تذهب للاجئين على مودي الدفون بالشتاء ولكن الصدمة التي صارت يا حبايب لمن المنظمة نفسها نزلت هذا البوست وكتبت بيه كلام كلش غريب أنه نصف المبلغ سيأخذه وهم الأشخاص الذين سيأخذون الصوبيات والأشياء للاجئين قال العمال هذا خلط طبعا كوميتات كلها يحبوا مثلما شايفين يتهجمون عليهم أنه ليش النص يأخذون؟ أنه تقريبا 5 مليون دولار كلها ستذهب بس للعمال؟ ولا للمنظمة نفسها؟ و5 مليون الباقية ستتوزع على العائلة اللي هم 110 ألف عائلة يعني فعليا كل عائلة ستحصل بس 50 دولار مثلما شايفين الكومنتات كلهم صاروا يتهجمون ويكتبون أنه طالب التقريرات ومن هذا الكلام؟ ومن بين الأشخاص الذين يتهجمون هو طبنجة يا حبايب اليوتيوبر اللي كتب هذا الكومنت ليش المفوضوية ساكنية بالخية مع اللاجئين؟ غريب بس هذا اللي استمتجته يعني شادي يسأل أنه هل المنظمة نفسها ساكنوية اللاجئين عمود يأخذون نصف المبلغ كامل؟ طبعا بسبب كثرة التهجم سواء عليها ولا حتى على أبو فلا يا حبايب البوست مال تهل هذا؟ كلكومنتات صار قتبوا لأنه تعبك راح على الفاضي؟ طبعا أبو فلا هو نوعا ما لا علاقة لأن أبو فلا لم يكن يعرف يمكن أن نصف المبلغ لها يتأخذ للمنظمة نفسها فنقدر نلوم أبو فلا يا حبايب ولكن أكيد يجب أن يطلع نوضح ما الذي يحدث لأن يعتبر نوعا ما هذا استغباء للمتابعين وبنفس الوقت استغلاء لهم ونوعا ما التبرعات نصها راحت على الفاضي طبعا هذه المنظمة يا حبايب خافت بعد كل اللي صار نزلت هذا البوست اللي تحاول يتبرر به فشانت كاتبة كامل التبرعات لح تروح لعائلات المحتاجة ولكن اللي حيتم دفع خمسة مليون دولار للشبكات وبلوك الأطعام ولكن استمرت تهجم يا حباب عليهم وكل يتوقع أنه هذي قاعدين يقولوا هذا الكلام مجرد تبرير اللي صار عموا يحاولون يغطون القصة الصراحة هذا فعلا الفلوس نصها راح تروح للمنظمة يعتبر هذي السرقة للناس واستغباء لهم واستغلال للأسف طبعا أكيد شاركوا بهذا الخبر ولكن هنا وصلت المقطع فشانت كاتبة وطبعا يا حباب إذا أنت تحبوني وتعزوني روح تشتركوا عند غيث رابط قناته بالوصف ولكن يوصل عشر تلاف راح ينزلكم أغنية ويا الشخص مشهور تحبوه يلا كلكم تنزع الوصف لذا أنت تحبوني روح تشتركوا عنده بس تشتركوا فيه زي ما قادم من القصص شاركوا من الموضوع مع السلامة المترجم للقناة شكرا